ها. جزئة listening اخدناها الحصة اللي فاتت. تمام? او. تمام. هاتلي من اول question number three اللي هو التمن جمل اللي بيجولي اختيار. في الجملة الاولى يا رقية بقول هنا are your hours على طول هقول? what? what are your hours? كميلي. we not open daily. we are open daily. we are daily except on holidays. we are open. يعني احنا فتحين كل يوم except on holidays معادة ايام الاجازات. يلا يا جودي. number four. what are your? hours. hours. استجامة على طول. that include. زمام رومز. باسأل بضاز لان عندي مصدر. are you open sundays? on. on مع الايام. يوسف. بقول it's three. it's three bounds. bounds. السجامة. بعد كده no it include. هقول no it ايه? ها? it doesn't. no it doesn't include. no it doesn't وبعد doesn't المصدر. هاروح لجزئية القضوان. يلا يا رقية. يديني ستر دي وماندي وابريل وفراي دي. ابريل وهنحط مكانا صندي. هنشيل ابريل واكتب صندي مسلا. كميلي. who, where, وين وايت. وايت ونحط مكانها واي. هنشيل وايت واكتب واي مسلا. يلا يا جودي. بوك ونحط ردها تكس. هنشيل بوك واكتب تكسي او بيك. number four. هنشيل اولد ونحط يير. هنشيل اولد واكتب مكانها يير مسلا. number five five blue ticket. هنشيل هنشيل تيكت ونحط بدلها white. هنشيل تيكت واكتب مكانها اي لون وليكن pink مثلا أو white. هنشيل للقطع. هنشيل تيكتب مكانها. هنشيل تيكتب مكانها. هنشيل تيكتب مكانها. وجهه كتب مكانها. هنشيل تلك. In the museum, the friends saw things old. In the museum, يبقى منشوف ال-old things. الحاجات ال-old القديمة. Number two, they can visit the museum in the morning. In the morning. يبقى أقوله هنا in the morning. أروح لسؤال الثالث يا رقي. When did the friends go to Cairo? Last summer. During the last summer of the day, or last summer. Last summer. النقطة الأخيرة يوسف. How did the friends travel to Cairo? Train. By train. By train. They traveled by train. بروح بعد كده بيكون عندي مطلوب أكتب الباريغراف الخاص بيه ال-Egyptian Museum. هنشوفه دلوقتي. دعالوا نشوف جملة الترتيب. الجملة الأولى في الترتيب يا رخية. Does? Does that include the mummy rooms? تمام. زي ما كانت موجودة عندي في المحادسة. Does that include the mummy rooms? الجملة التانية يا يوسف. We are opening in the morning. We are open in the morning. We are open in the morning. Bank tuition, Judy. ال-A بتاعت علي كابيتل وفلسطوب في الآخر. فلسطوب النوطة التانية. W بتاعت where? وال-F بتاعت فرويدي. تمام هما دول الخطائين اللي عندي وبعمل question mark زي ما كانت موجودة باكتبها تاني. طيب لما جاء اكتب باريغراف عن ال-Egyptian Museum كنا طبعا اقدر اكتب من عندي المقدمة بتاعتي اللي هي انا رحت المكان ده مثلا امبارح او الاسبوع اللي فات رحت نومين رحنا ازاي الجو كان عامل ايه وبعد كده بتكلم عن المكان ده انا عملت في المكان ايه شفت ايه او عملت ايه هناك وبعد كده بقى اقفل البراجراب بتاعي يعني اقدر اقول Yesterday I went to the Egyptian Museum I went with my family We went by car It was cool الجو كان جميل بعد كده اقدر اقول The Egyptian Museum is open daily بيكون فاتح كل يوم It's 2 pounds for Egyptians and 20 pounds for foreigners Children under 5 are free بعد كده اقدر اقول We saw the mommy rooms شفنا هناك the mommy rooms I was very happy there انا كنت نوصوت We went to home at مثلا 7 in the evening ده بالنسبة لكتابة البراجراف اللي بيتكلم عن The Egyptian Museum قلنا هنسيب مسافة اول جملة ببدأ كابتال بخلص احط فلسطوب وكابتال فلسطوب كابتال فلسطوب لحد ما اكتب السبع جمل المطلوبين مني هنروح للاكسرسايز الثاني اللي بعد كده اللي كان خاص بجزئية الاسماء الكلمات اللي هي خاصة بالاماكن وكمان حروف الجر اللي شفناها هنروح للاكسرسايز بيت سيفنتين بيت سيفنتين عندي في الجملة الاولى في الاختياري لما اسأل وزير اهوتل نيكست يبقى هقوله نيكست ايه يا يوسف نيكستو نيكست عايزة تو نقط زير ابيفمنت يا رقية زير ابيفمنت هكمل بايه واز واز طبعا لاني عندي قال المفرد يبقى باسأل بي واز يلا يا جودي نعم نحلنا ده الحصة اللي فاك حلنا مع بعض كل ده لا مش ها اي نسخ لا مش كله حاجات انت حاليتنا انا لغاية نمبر فايف حاجات نمبر فايف طيب نكمل يلا اودي اوديتنا الباية حاجاتك نكمل نمبر سري وانا واز زير اهوتل اكروس يبقى عايزة اكروس فورم نمبر فور ار يو اوبن وانا عشان فرايدي زيبقى باسأل بقون واز زير اترين ستيشن نير زبريج لما اسأل بواز بجاوب بي ونزر وازن طب هو مديني يزير يبقى هقوله يزير واز نمبر سيكس يا يوسف واز زير اثييتر اكروس فورم ذي برري هقوله نو زير وازن وازن كامل وير نوع ازا بوستو اوفيس هي البوستو اوفيس دي بحسال عنها بايه ويريز ويريز لان بوستو اوفيس مكان مفرد يبقى سأل عنه باز كامل اي انفرانتو اوفزا ديسك اي اي ازا اام كامل يا رقاية از اسيتر نير زي بارري زير اني زير فيهم دهي زير ودهي زير الثانية زير الثانية طبعا اللي بمعنى يوجد نمبر تين كامل زير وازنت number 11 i at the post office i am am camelia judy he at the post office is he is she at the post office is is it was was we are are they are camelia youssef you you was you how does it cost how does it cost how much how much camelia ruqaya children under five are three three that include does does that include it's two bounds four four it's twenty bounds bounds arof بعد كده كان عندي جزئة وزير اه وانا ترتيبها مهمة بالنسبة لنا بيقول لي لاحظ جيدا الترتيب دهو في تحت خالص بيقول لي لاحظ جيدا هذا الترتيب وزير اه او ان الايه او الان اللي بتجي في الاول وفي الاخر عندي ذا او يور زي ما اقول ذا سكول مسلا او يور سكول ذا هوس او يور هوس انما الايه والان هي اللي تجي في الاول يبقى قدر اقول وزير ابيف منت بهايند ذا سيتر اللي ايه جات في الاول اهي مع الاسم النكرة وعندي ذا مع الاسم المعرف بزا هنا في الاخر وزير اه نكستو زا كزا او يور كزا جملة الترتيب دي مهمة هروح بعد كده لجزئية الهومورك اللي كانت عندنا بتوينتيتو هاتلي سؤال المحادسة السؤال التاني يولي هنا زي ادبشان ميوزيوم هاو كان ايهل بيو اي خدمة او نهاي وطر يور اوارز يبقى هنكتب كلمت اوارز ويار اوبن نقطة كزا يبقى هقولو فروم فروم ناينتو سيفن اوارز ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو number three we walked over the over the nile bridge a bridge he takes the train at the train station madrina station we are open except on holidays is daily daily how can i help help me best yalla judy i need a haircut i'll go to the barbers shop they went to the to get money bank they went to the bank i need a nile syneema park friday and museum then we'll go for free day and write where ndscale friday and write home or house or zoo then i need a house theater ligerary apple hotel ndscale apple and write zoo ndscale apple and write a zoo يلا يا رقايا مارك إبريل أكتوبر ماندي مانشي الماندي ونحط مي مي جميل كميلي جودي فذر سكول ماذر سيستر سكول ونحط براذر سكول وبرادر ها نمبر فايف بانك ثيطر لابرري هيركت هنشي هيركت ونحط هدري هنشي الكلمة هيركت وأكتب مكان وليكن هوتل مثلا بعد كده مديني براجراف بيتكلم عن يور تاون سواء مديني العنوان يور تاون أو يور سيتي يور تاون مدينتك الصغيرة أو يور سيتي مدينتك الكبيرة هنا مطلوب مني أكتب عن الأماكن اللي حوالي زي ما شفنا مجموعة الأماكن اللي كانت عندنا كان فيه سكول كان فيه باربارز شوب كان فيه بارك كان فيه بانك كان فيه كذا وكذا وكذا يبا أقدر أقوله في أماكن كتيرة في التاون يبا أقدر أقوله أن أتكلم عن المدينة والأماكن اللي موجودة فيها واستخدم حروف الجر اللي أنا تعلمتها في الترس اللي فات بعد كده يلا يا رقية يلا يا يوسف هل حقا أقدر 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 أقدر؟ المتقل The children under five are free. وفلسطوب؟ بس كده أنا عندي خطائن في الجملة. الجي بتاعت جيزة والفلسطوب. وطبعا هعيد كتابة الجملة كاملة تاني بنفس الطريقة. كدب هعمل له الايه بتاعت الي والاوصرف اس والجي جيزة والفلسطوب. الجملة التانية ياه. ها؟ عايزي يوسف. هل رجل يصيري ان كنت بتقولي الايه بتاعت علي بسيه الايه كابت. ايوه يا حبيبي مكتوبة كابتل هعيدها وانا بجاوب اعيدها تاني كابتل. مش هرجحها بقى لاصله. لا يعني اللي هو عامله بعيده تاني. واقول له خلي بالك الجي كمان كابتل وفي فلسطوب. جملة التانية يا جود. ادي بتاعدد وكتشمر. تمام دولات اللي احنا صلحناهم انما طبعا هعيد سامي برضو عادي خالص. يبقى دي والاس والكويسشن مارك. مجموعة التانية عندي. السؤال التاني الاختياري. يلا يا رقية. مجموعة التانية عندي. مجموعة التانية عندي. والاقتيار. المجموعة التانية عندي. من. لأنه هو المفرد بس، أنا عايز بعدي، آه مفرد، هو اللي مفرد، كمل. Was there a bank next to the library? بقول له no there? No there wasn't. Wasn't. كمل. There was a train? Station. Is there a pavement? Is there a pavement? Was. There was a pavement? Last year. Last year. يبقى قول له was. ممكن أقول is. آه. بس أنا عندي هنا last year. يبقى هسأل بواس. آخر جملة. Where can you borrow books? هقول له from the? Library. Library. القضوان. يلا يا رقية. Blue above and under. نشيل blue and put it behind, beside, near. أي حرف غرب. كملي. Sunday, Monday. May, Tuesday. هنشيل May ونحط Wednesday. مثلا, Wednesday أو Friday. يوسف. Library. PIN. Post Office Bank. هنشيل بن ونكتب معدلها مثلا, zoo. zoo. Beside, school. Behind the above. هنشيل school ونكتب بدلها N. هنشيل school وأكتب in أو on أو under. ماشي. يلا يا جودي. هنشيل holiday ونحط day. هنشيل holiday وأكتب مكانها day. تمام. دعالوا نشوف القطع. كل مهند is a good school boy. تلميش شاطر. His primary school is across from his house. مدرسته اللي فتدائية. قدام. أمام بيته. Every morning, Mohanad's mom gives him three sandwiches. Mom thought he'd give him three sandwiches with his favorite one. His sandwich he'd love has cheese and eggs. He'd be in bed and given. Mohanad and his classmate, Omar. Mohanad and his classmate, his classmate, his classmate in the classmate, Omar. Usually he walk to school. He'd go to the school and go to the school in the afternoon after the evening. They go to a sports club. They go to a sports club to play football. They go to a sports club to play football. The first question is, Yusuf, Mohanad and Omar usually go to school? Go to school? Is this here? That was a good question. By the way? That was a good question. On foot, on foot. Why is Yusuf on foot? He didn't say anything. He didn't say anything. But he said he walked to school. Walk means on foot. Walk means on foot. Number two, yeah, Jude. Mom gives Mohanad. Three sandwiches. Which school does Mohanad go to, ya, Ruqayya? Biroh, madrasa, edilwadda. Ruqayya? Primary school. It goes to a primary school. When do Mohanad and Omar go to sports club? Biroh, imta, ya, Jude? Sports club. In the afternoon. In the afternoon. Barruh, بعد كده, وقلنا. Juzgit, الكتابة, ya, emma, بيطلب مني paragraph, ya, emma, بيطلب مني e-mail. وعرفنا, ازاي, بنكتب e-mail. Lama, hagi, هو, da, شكل السؤال, زي بنجيهولي, في الانتحان. يولي write an e-mail to your friend, Rami, telling him about your city, كلموا عن مدنتك. Your name is Ahmed, ente, Ahmed. Your email address is, email address, عنوانك, البريد الإلكتروني بتاعك, ahmad, at jameel.com. Your friend's email address is, Rami, at jameel.com. Your email address is, Rami, at jameel.com. The subject, الموضوع اللي أنا هكلمه فيه, عنوانه إيه? My city. My city. Your city هحاولها تبقى my city. تمام. بعد كده قلنا, بابدأ بكلمة dear, واسم الشخص اللي أنا بعتله, اللي هو هنا, Rami. يبقى أقوله dear, Rami. عزيزي, Rami. بعد كده أقدر أبدأ له وقوله, Hi, how are you? And your family. انت عامل إيه انت والأسرة. I'd like to tell you about my city. I'd like to tell you about my city. عايز أكلمك عن المدينة بتاعتي. وببدأ أكتب الجمه العادي خالص. The city is very big and clean. There are a lot of places there. فيها أماكن كتيرة. I can see the park. The park is next to casa. There is a bank. The bank is next to or behind or in front of casa. وببدأ أوصف الأماكن زي ما قلت باستخدام حروف الجر اللي عندي. وأيضا وظيفة الأماكن. بعد كده بمضيله yours. وقومة وبكتب الاسم من في الآخير. هنا في two from أنا باخد عنوان البريد الإلكتروني زي ما هو مكتوب. يعني إيه يا سير؟ يعني لما اكتب رامي أتيوه دوت كومب هنقله سمول زي ما هو. لما قل له أحمد أدي ميل دوت كومب هنقله سمول زي ما هو. إنما لما اجا قل له دير عزيزي رامي هكتب رامي الكابيتل ده إيه؟ ولما قمضي تحت أحمد همضله أحمد تحت الكابيتل. تمام؟ إبقى الاسم بس كابيتل إنما العنوان أو الإيميل بصوره زي ما هو. معمول كابيتل هنقله كابيتل معمول سمول فبنقله سمول. تعالوا تسير. سيرو مش احنا في الآخر مش احنا في الآخر بلأكتبه بيست ويشز الأول بعدها يورز أحمد. عادي يا أمر عايزة تكتب له بيست ويشز ماشي. عايزة تقول له باي باي فور ناو باي باي دلوقتي ماشي. عايزة تقول له جود باي ناو ماشي. مش عايزة تقول له حاجة مع السلامة خلاص اكتبي يورز والتوقيع. تمام؟ يبقى حكاية بيست ويشز أو آآ I wish you would like مثلا أو جود باي فور ناو كل ده عايزة تكتبي اكتبيه مش عايزة معلوش أي قيمة. ولكن الاساسيات بالنسبة له هي المهمة اللي هي العنوان بالمقدمة اللي هي الاسم والخاتمة اللي انا مكتب فيها يورز وي كمان التوقيع بتاعي. وطبعا يكون جوه سبع جمل. هروح اشوف جزئية reading جزئية جديدة علينا مقارنة بمنهج سنة خمسة. قطعة. شغلي كله في الدرس ده عبارة عن القطعة بكلمتها. بس طيب هستفيد من القطعة في ايه هي يوسف؟ هنستفيد في القطعة ان هي ممكن تجيلي في الامتحان قطعة وعليها اسئلة. ده واحد. هستفيد من القطعة ان هو بيجيبها لي في البراجراف ويقول لك تيب لي باراجراف عن العنوان اللي عندك ده اللي هو الايس كريم مثلا. يبقى ممكن تيجي قطعة او تيجي باراجراف. ما جاتش له ولا ده هاخد منها جمل واقول لك رتبها لي. هاخد منها جمل واقول لك اختار الاجابة الصح. هاخد منها جمل واقول لك اعمل البنكتويشن. يعني مهمة ايوة مهمة. تعالوا نشوف. القطعة اللي عندي تكلم عن ايس كريم ان امريكا. الايس كريم في امريكا. بديء لي الباراجراف او القطعة بتاعتي بسؤال. وبيقول لي Who invented ice cream? Who invented ice cream? والسؤال بيجي لي في الامتحان كده نقطة invented ice cream? هقول له من? من اللي اختارع الايس كريم? Who invented ice cream? من اللي اختارع الايس كريم؟ We don't know. هو بيرد على نفسه بيقول we don't know نحن لا نعرف ما نعرفش من اللي اخترع الايس كريم ده but ولكن الايس كريم has a long history الايس كريم ده له تاريخ طويل in the United States في الولايات المتحدة الامريكية يجبالي بنت هاني يقول لي ايس كريم نقط a long history هقول له has a long history له تاريخ طويل in the United States في الولايات المتحدة الامريكية in 1843 يعني سنة 1843 نانسي جونسون سيدة او سيت اسمها نانسي جونسون مش نانسي عجرام invented اخترعت the first ice cream churn اخترعت اول ممخضة للايس كريم ايه الممخضة دي عاملة زي الكس كده بالرجو فيه الحاجة زي الكس اللي بالرجو فيه 11 مثلا تمام دي اللي هي churn بيقول لي ان الست دي نانسي جونسون invented هي اللي اخترعت the first ice cream churn طبعا لوجود السنة اللي هي in 1843 بما انها سنة فاتت وعدت ماضي عشان كده انا استخدمت الفعل invented اخترع the first ice cream factory اول مصنع للايس كريم opened ليه قلنا opened يا سير لانك بتقول لي سنة فاتت ماضي يبقى opened the first ice cream factory opened in Baltimore فتح في مدينة اسمها مدينة بلتمور in 1851 سنة 1851 وما ننساش قبل السنين هستخدم عرف الجر ان امان راجل in استي لويس راجل في مدينة اسمها مدينة سنت لويس made عمل صنع the first ice cream كون عملنا اول شكل مخروطي للايس كريم اللي هي الكون الكون زي ما بنكو الكون وكده اللي هي البسكوتة دي ده اول شخص اخترع الكون ده ده كان in 1896 سنة 1896 يبقى قبل السنين ان وبما ان عندي السنة فاتت فانا قلت made وقلت opened وقلت invented كله ماضي ice cream is now الله ليه is ما كنت اقوله was لانك انت قلت لنا الان ice cream is now one one of america's favorite deserts يعني ايه بيقولي ان ice cream واحد من الحلوة المفضلة لدى الامريكان يعني مصدر للتحلية حاجة بيحلوا بها بعد الاكت اللي هي ice cream جملة دي مهمة امهم هتفيدني في كتاب البراجراف وهتفيدني لو جايالي ترتيب ice cream is now one of america's favorite deserts واحدة من الحاجة اللي بيحلوا فيها في امريكا بعد الاكل يبقى عند كلمة deserts الحلو بعد الاكل زفرست ice cream shop opened اول محل للايس cream opened اتفتح in نيويورك في مدينة نيويورك in 1976 سنة 76 سنة فاتت ماضي يبقى قولتله opened وإن قبل اسماء البلاد وايضا قبل السنين now وطالما now يبقى قوله is مش واص now there is an ice cream shop يوجد محل للايس cream in every town في كل مدينة صغيرة and you can buy can مصدر can مصدر you can buy ice cream يمكنك شراء ice cream at every grocery store يمكنك شراء ice cream من أي مدجر من أي محل you can find you can find a lot of flowers يعني ايه flowers كلمة جديدة عندنا النهار ده اللي هي النكهات نكهة زي ايه بيقول from tomato to pickle من نكهة الطماطم حتى أو وصولا لنكهة البكل المخلل يعني في ice cream بالطماطم آه في ice cream بالمخلل آه ولكن america's favorite flavors النكهات المفضلة لدى الامريكان are بتكون vanilla and chocolate الفانيليا والشوكولاتة what's your favorite معناها what's your favorite flavor what is your favorite flavor من نكهة المفضلة لدايك انت بتحب الايس كريم بطعم ايه انا عن نفس هقوله my favorite flavor is vanilla my favorite flavor is chocolate اي طعم انت بتحبه تمام ده بالنسبة للقطعة كجمل اقدر استفيد منها في كتابة البراجراف اهم الكلمات اللي عندي في الدرس مديني invent بمعنى يخترع first بمعنى الاول factory مصنع every كل flavor ان نكهة او طعم يعني history تاريخ churn ممخضة كون اللي هو الكون a lot of كنا كسير من تعال تشوفي الجمل اللي عندي في كتابة المدرسة القطعة we know who invented ice cream الكلام ده true ولا false 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 لانه قلنا we don't know ما نعرفش the first ice cream churn was invented in 1846 وبتكلم عن ice cream churn churn ice cream churn اخترعته هنا نانسي ده كان سنة 43 واربعين انت بتقولي هنا سنة 46 كلام ده false the first ice cream shop او المحل opened in new york اتفتح في new york هنتلع فوق كده the first ice cream shop opened in new york يبقى كلام ده مظبوطه زي اللي فوق يبقى true americans يعني الامريكان don't like ما بيحبوش vanilla ما بيحبوش الفانيلا false كلام ده طبعا false لان اقالي هنا الفيفوريت ده المفضل بالنسبة لهم السؤال الاول when did the first ice cream shop open امتا تفتح ومنساش تكوين السؤال هنا when did open when did open امتا تفرع in new york اول بقول when 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 متى 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 امتا 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 يتفتح فين? نيويور. اول مصنع. ها? الفيرست ايس كريم فاكتوري. opened in بلتيمور. بلتيمور. what for lovers are America's favorite? ايه مفضل بالأمريكان? هقول له فانيلا and chocolate. فانيلا and تشوكلت. ده لو جاب لي قطعة وقال لي عليها اسئلة. دي كل الاسئلة اللي موجودة في كتاب المدرسة على القطعة اللي قدامنا. اروح بعد كده. الاقي مديني الكلمات الخاصة بالدرس. هاحفظها كلها. كل الكلمات دي عند حفظ. دي هيستوري. امريكا. امريكان. بريتن. بريتش. تشيرن. نيويورك. تاون. جروساري ستور. في لافلز. توميتو. فاكتوري. مان. وومان. كون. ديزرس. شوب. ستور. شوكلت. فود. بريت. ميت. بيكل. فانيلا. بعد كده مديني انفنتو انفنتد. اوبنو اوبند. كلوزو كلوزد. يوز يوزد. لايك لايكد. نو. نيو. ميكمايد. بايبوت. فايند. فاوند. السيل هو المعنوات اللي في الكراءة اللي احنا لسه قرين هدي. يعني نحفظها او نعرفها. جميل. برافو عليك انك سألت يا رقاي. الجزء ده يا رقاية كسنين السنين مش مطلوب من نحفظها احنا ما احنا اشدخلين حس التاريخ. تمام? ولكن انا يهمني بعض الجمل اللي فيها. عشان لما يقولك يكتبين لي باراكرافة عن الايس كريم. هتقولي لي I like ice cream. ice cream has a long history. دي جملة هستفيد منها. تمام? عايزة تقوليني نانسي جونسون اوكي. يبان ها هستفيد من بعض الجمل اللي اقدر احفظها بترتيبها عشان الترتيب وعشان البراجراف. تمام? نفس الطريقة اللي قرينا بيها القطعة اللي كانت بتتكلم عن الايس كريم. مديني في كتاب التدريبات الوركي بوك يعني قطعة زيها بتتكلم عن تاريخ الساندويتش. زا ساندويتش. نفس الجمل ونفس الملحوظات هلاقيها موجودة هنا. يقولي زا ساندويتش. هزا long history اهو. الساندويتش اللي هو في تاريخ طويل. سنت كزا جون مونتاجو الراجل اللي ده هو اللي اسمه جون مونتاجو انفنتد زي ساندويتش. هو اللي اختارع الساندويتش. ليه? قال لي هي يوزد استخدم بريد اند ميت. جاب خبز كده وميت قطعة لحمة. فور زا فير الساندويتش. يبقى اول ساندويتش تعمل في التاريخ كان عبارة عن ساندويتش لحمة. من اللي عملو? جون مونتاجو. طيب. هي كان بيحب ياكل وهو بيلعب. ياكل وهو بيلعب كدشين. الساندويتش is now one of america's favorite foods. الساندويتش دلوقتي باطبر واحد من الأطعمة المهمة في أمريكا. in the united states there is sandwich shop in every town. بقى في محلات للساندويتشات في كل مدينة. and you can buy sandwiches. يمكنك شراء. you can buy sandwiches at every grocery store. تقدر تشتري الساندويتش من اي محل بآلة. you can make a sandwich at home too. يمكنك صناعة او عمل الساندويتش ايضا في البيت. زي احنا بنعمل ساندويتشاتنا في البيت. عندي اسئلة على القطعة التانية اللي هي بتاع الساندويتش. هحلها معايا في ال home work. مع ال activities الخاصة بالقطعة لpage 28 ونعين. بكده اليونت الاول خلص. طيب بعد كده في ملخص لكلمات اليونت وفي اختبارات. اختبار الاول معاه في الواجب. والاختبار التاني ايضا معانا في الواجب. يبقى احنا خلنا certified. تمام? جودنا بجميادي już بجمعة جودنا بجمعة اشتركوا في القناة